بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى بعض مناطق ديالة قيادة فرقة الرد السريع تنفذ عمليات بحث وتفتيش لإلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمتورطين في الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة قيادات أمنية أكدت إلقاء القبض على عشرات المطلوبين ومصادرة كميات من الأسلحة غير المرخصة تم تنفيذ مجموعة من الواجبات والمهمات الأمنية في المحافظة من نصب سيطرات إضافة إلى دعم السيطرات الموجودة وتفتيش بعض المناطق إضافة إلى تنفيذ مجموعة من مذكرات القبض عند استخبارات والأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة ديالة وكانت النتائج جدا جيدة لقاء القبض على العشرات من المطلوبين والمخالفين وتم تسليمهم إلى مراكز الشرطة إضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتداد جاوزت لأكثر من 80 قطعة السلاح فيما شرعت فرقة القوات الخاصة بنصب سيطرات ثابتة ومتحركة ونشري كمائن للقوات الخاصة في مناطق المقدادية وأطرافها وتفتيش مناطق واسعة من قضاء المقدادية لملاحقة عصابات الإرهابي والجريمة المنظمة نصب سيطرات ثابتة ومتحركة وتفتيش وأمر لقاء قبض على المطلوبين وفق مذكرات قضائية ومصادرة الأسلحة الغير المرخصة ومنع أي حركة مسلحة غير مرخص به داخل محافظة ديالة لفرض الأمن واستقرار ومتابعة الخارجين عن القانون والسلاح الغير المرخص به والجماعات الجريمة المنظمة وقد أمر رئيس الوزراء القائد العام من القوات المسلحة إرسال تعزيزات عسكرية لمحافظة ديالة وإنهاء جميع الخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة ومحاسبة جميع المتورطين من الإرهابيين والمطلوبين من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية